قال وزير الدولة لشؤون النواب والشورى محمد الحميري إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في العاصمة المؤقتة عدن بعد توقيع اتفاق الرياض وسيقوم بمراقبة أداء الحكومة اليمنية أوضح الحميري في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إن انعقاد مجلس النواب في عدن سيمكنه من الإشراف على أداء الحكومة وباقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي العاصمة المؤقتة عدن وأكد الحميري إن انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن سيكون ضربة جديدة للميليشي الحوثية كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لاتفاق الرياض وأشهد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بأهمية الدور السعودي في إعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح في اليمن بشكل عام الجدير بالذكرى أن مجلس النواب قد استأنف أعماله في سيكون في الثالث عشر من شهر إبريل الماضي بعد توقف أعماله في صنعاء على خلفية انقلاب ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية على الشرعية وكان رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي قد أصدر في الثامن والعشرين من يناير 2017 وسبعة عشر قراراً جمهورياً قضى بنقل مقر اجتماع مجلس النواب خارج العاصمة صنعاء صنعاء